الانتقال المنظم القانوني السلمي للسلطة يعد أحد السمات المميزة للديمقراطية الأمريكية ولهذا السبب أدى إعلان الرئيس الجمهوري دونالد ترامب عدم قبوله الهزيمة أمام الديمقراطي جو بايدن إلى خلق موقف جديد مثير للقلق وحالة فوضى لم تشهد مثلها البلاد منذ عشرات السنين بالرغم من تأكيد الخبراء القانونيين استحالة تغيير نتائج الانتخابات لمصلحة ترامب فمع بدء بايدن بتشكيل فريقه الانتقالي لتسلم السلطة عاد الرئيس ترامب إلى الحديث عن سرقة الانتخابات والطعن في فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن ترامب الذي أطلق سلسلة من الدعاوة القضائية للطعن في النتيجة غرد على تويتر قائلا إن نتائج الانتخابات ستبدأ بالظهور الأسبوع المقبلة وإنه سيفوز فيها ومن وقاع الفوضى ما جاءت به صحيفة واشنطن بوست حيث أكدت أن البيت الأبيض أمر الوكالات الفيدرالية بتجنب التعاون مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن بعد أن كان مسؤول الوكالات في الحكومة الفيدرالية قد جهزوا المكاتب والمنشورات الخاصة بالعملية الانتقالية استعدادا لاستقبال فريق بايدن وفي خضم هذه الأزمة استقال المشرف على تحقيقات الانتخابات بوزارة العدل الأمريكية ريتشارد بيلغر بعد ساعات من سماح وزير العدل ويليام بار بإجراء تحقيق في مزاعم ارتكاب مخالفات في التصويت قبل أن تتحرك الولايات للتصديق على النتائج في الأسابيع المقبلة وحثهم في الوقت نفسه على عدم الاكتراث بما وصفها بالمزاعم الخيالية أو بعيدة الاحتمال ورغم إعلان كبرى وسائل الأعلام الأمريكية فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية رأت مؤسسات إعلامية أخرى أنه يجب الانتظار إلى حين فرز ما تبقى من الأصوات بالرغم من تأكيد الوقائع أن ترامب لن يتمكن من بلوغ عتبة 270 صوتا المطلوبة للفوز بالرئاسة حتى لو فاز بجميع الولايات المتبقية